ما تساكش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة أصدقوا الكلام كلام النفس مع النفس إبراهيم أهلا بك يا برشوانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأثنين من ملك وكتابة الحلقة 720 كلام النفس مع النفس أصدقوا الكلام بسرعة قبل أن أخشفت ماذا يا فيلسوف عمرك عمرك حتى كتاب وما بيكلم نفسه يعني عارف عارف أنه كتاب واخد بالك لما تيجي تتعامل في عالم الإعلام المفتوح على البحر والسوشيال ميديا والدنيا كل الناس الوقت نقاده صحفيين كل واحد قعد في بيته حاسس أن رأيه لازم يتسمع غير الدنيا لازم يتسمع وكثير منهم يقولوا إحنا الحقيقة عندنا أيها فأنت وانت بتتعامل لا يفرحك المديح ولا يهمك الذنب ولكن يهمك ما تعتقده وأنت في موقع العمل العامل تحدث عن المسؤول لأن أصدق الكلام كلام النفس مش هتتحك على نفسك لكن ممكن جدا تنبسط وناس بتقولك أنت أحسن واحد جي كل يوم الثاني إحصائية دلوقتي منتش عارف طلع منين فأنا أستنى الجهة الرسمية لما تطلع كلام رسمي هو ده اللي اعترف بيه ونقش أي كلام آخر بيبقى عبارة عن وجهة نظر لبعض المواقع لبعض الصفحات لبعض الهيئات اللي بتطلق على نفسها صفات صفات الدولية والمش عارف إيه لكن لو تعاملت معها النهاردة عشان حاجة فرحتني وروقت لها ما زعلش بكرا لما تقول على حاجة زعلني وهي مش حقيقة لذلك أنا حذر جدا وأنا تناول الأمور دي وفي نفس الوقت أنا زعلان جدا 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 من تصرفات اللعيبة من غير ما يقصدوه هتسألني بعدين زعلان منهم ليه ده كلام مهم في حلقة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله مقالي ومقاله قنابل تحت الدكة الغربال انطلاقة على مستوى القمة وبعضمة لسانه شريف والشعور المخيف الشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا وأسرار الملك تكشف صفقة المدفعجي وبنفكركم بمجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن قبل ما ندخل في بعض الأمور خلينا نستعرض أحوال الساحة الرياضية يمكن صارت إشاعة خلال الساعات اللي فاتت أنه مجلس إدارة أو اللاجنة السلسية في اتحاد الكرة استقالت ومن ثم فيه فراغ طبعا هو الفراغ وجد لما ربطت الأندية أخدت ملف الدوري واتطلعت به فبالتالي أصبح مبنى الجبلية في هذا التوقيت ما هواش بقرة الأحداث ما هواش نقطة الجدل اللي كانت مصارع على الأقل لغاية السنة اللي فاتت لازم يطلع لك خبر يشد الانتباه فيطلع حاجة إلحق استقالة أحمد مجاهد استقالة أحمد حسام عوض استقالة محمد الشاربي لا بس يعني أعتقد أن استقالة أحمد حسام عوض كان من يومين ومحدش نفاه طيب الحقيقة فين أستاذ أحمد حسام عوض استقال فعلا والجديد أنه فيه مجهودات بتبذل معاه أنه يعدل على الاستقالة طب مش حق الريل العامة أستاذ إبراهيم إنه يطلع يقول أنا استقالت ليه؟ من ثلاثة بيديروا كرة القدم أما يقدم استقالته من حق الرأي العام أين دور الإعلام هنا؟ محدش حاول يفهم هو استقال ليه؟ عشان لما يتراجع عن الاستقالة نعرف هو وإيه اللي خلاها يتراجع عن الاستقالة؟ هل كانت حاجة داخلية؟ ولا قضية عامة؟ يعني ده حقنا يا جماعة المسائل من عد تمشي على الحاجات اللي من حق الرأي العام وده مفروض أي مسؤول بيشغل عمل هيتجرد منه أو هيبعد عنه ويخرج عنه يطلع للرأي العام ويقول أنا مشيت عشان واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن فعلا تجاهل الرأي العام وحقه في أنه يعرف تفاصيل دي مسألة مش لطيفة بالمرة إنما النهاردة كان الحقيقة فين هنا؟ الحقيقة النهاردة المهندس أحمد مجاهد والأستاذ محمد الشاربي عملوا اجتماع مع مسؤول الفيفا عبر خاصية زوم النهاردة؟ النهاردة يبقى استقالوا فيه؟ فمبدئيا أحمد مجاهد ما استقلش الشاربي ما استقلش وأحمد مجاهد مش هيستقيل حسب تأكيده ولا حيمشي قبل خمسة يناير ولا يمدله بعد خمسة يناير ولن يترشح للانتخابات يعني خدوا كل اللقاءات دي لحيستقيل قبل خمسة يناير لن يستمر بعد خمسة يناير لن يترشح لانتخابات الصحابة الكرة اللي جاية سواء بقراره نفسه ولا مش من حقه هو كموجود على رأس اللجنة السلسانية مش من حقه أنه يترشح بس من حقه يستقيل وما يشرفش على الانتخابات ويترشح لكن ده كمان مش هيحصل حسب تأكيده فمبدئيا المهندس أحمد مجاهد وللأستاذ محمد الشاربي وقد يعود إليهم الأستاذ أحمد حسام عوض أو يستمر في الاستقالة هيفضلوا موجودين لغاية إجراء الانتخابات طب إمتى الانتخابات؟ ده سؤال كمان مهم أوي اتحاد الدولي كان رفض فكرة التعديلات اللي الأندية طلبتها تعرف مجموعة الأستاذ محمد الطويلة والمجموعة كانوا أقرت بعض التعديلات وبعتوها للاتحاد الدولي الاتحاد الدولي رفضها ورجعنا أعمله انتخابات على لايحة الأستاذ عمر الجنيني اللي ما كانتش اعتمدت ولا حد عرف عنها حاجة لا هي اعتمدت للغرابة من الفيفا ولم تعتمد من الجهات الداخلية فبقت ملهاش مشروعية قانونية طب الحل إيه؟ النهاردة في اجتماع الزومنج اللي كان بين أحمد مجاهد والشواربي من ناحية ومسؤول الفيفا من ناحية تانية فيه جهود كتيرة بتبذل للتوافق على هذه التعديلات يعني حاول مجاهد يقنع المسؤول الاتحاد الدولي على بعض البنود اللي الأندية طلباها بما يسمح بإجراء هذه التعديلات حتى يتم بجراء الانتخابات وعد مسؤوله الاتحاد الدولي إنهم حيردوا في أسرع وقت فلو ردوا في خلال الساعات القليلة القادمة بالموافقة على بعض التعديلات اللي طلبتها الأندية المصرية سيتم تحديد موعد الدعوة تعرف لو وقع التعديلات دي معناها إن سيادتك تاخد الأيزو لأن محدش فحر إنه يعرف لنا هو حقيقة الأمر إيه؟ أنت أول أظن أنا ما سمعتش الكلام ده اللهم لازا كانت ألف حتة تاني لكن ما سمعتش إن كان فيه كونفرنس مع الاتحاد الدولي وكان النهاردة الساعة أربعة بالزبط خلص أربعة مية مية ده برايميل منيسي اللي عرف خلص أربعة فبالتالي هي دي بقى نقطة الحل لو فعلا مجاهد قدر يقنع مسؤول الفيفا إنه يا جماعة وافقوا على البنود المقترحة علشان كحل توفقي بحيث تلحق تعمل الانتخابات الانتخابات كان المفروض يتم الدعوة لها الدعوة تكون 30 أكتوبر انتهت فبالتالي أصبحنا في انتظار موعد جديد ربما يتحدد خلال ساعات أرجو نسمع خبر في هذا الموضوع لأن أنا عارف أنت جبت الخبر منين فلا يمكن التشكيك فيه تتعمل زي مجتمعنا عشان قفشي أنا مصادري لا مش عارفك تفشي أنا عارف أنت جبته منين وهو مصدرك لو تسأل من أي حدي تاني كان حقوله كلام اللي قاله على فكرة عطفا على ده دي قضية مهمة بس اتفضل بس ما حدش يهتم أنه يجيب الحقيقة قبل ما يجي زي حضرتك وأشكرك لأنك أنت جبتنا هنا في ملك وكتابة شيء نقدر نقدمه للناس على أنه الحقيقة نقطة لها الصلب اللي احنا قلنا ده نقطة مهنية شوية اللي أسيرت حوالين الصحفي وإفشام مصدره وكهرباء ومسيماني والكلام ده كله يا جماعة الأمور أسهل وأبسط من كده بكتير جدا المؤتمر الصحفي مخصص لمباراة أنا أتمنى أن كل الزمل اللي بيحضروا المؤتمرات الصحفية وكل المدربين اللي بيجاوبوا للصحفيين المؤتمر خاص بالمباراة إذا كان فيه سؤالين 3 أو 4 خاصين فهم خاصين بتحليل المباراة لكن لو هنقدر نفتح قاعات المؤتمرات بتاعة المباراة لتحليل بقى أحوال كل فريق ومين بيلعب ومين ما بيلعبش لا كل الصحفي عايز يعمل تحقيق مالوش دعب المباراة عايز التحقيق يخص مسألة عنده فيقولك معلومات ويجرجرك ويخليك تتكلم في أمور يعني أنا موافق على الكلام اللي انت قلته بس عايز أضيف حاجة ليس من اللائق الإفساح عن المنظر ليس من المطلوب وإلا إذا عملتها لا تلومنى إلا نفسك لو محدش قالك حاجة إذا كان حد قالك إذا كان حد قالك لأن هنتصور إن كهرباء ما قال شي وهنتصور إن كهرباء قال عشان نقفل الملف ده لأنه أبسط قوي مما يريد أن يروج له لدرجة أحد الأهلوية الذين يتحدثون من منابيرهم بيقولك أيام كهرباء باتت معدودة أو هكذا يتمنى أو يروج طيب الأول هل كهرباء قال ما قال شي كهرباء قال أنا ما قلتش ببساطة شديدة وده احتمال موجود إن الصحفي يكون يعني عايز بقى يخلص من محاصرة موسيماني الكلام ده جبته منين الكلام ده جبته منين قال له أحد من أصحاب أول مقربين لكهرباء صديقي كهرباء حانا تصور إن ده حصل ممكن بمنتهى حسن النية أبقى قاعد وصحابي قوليه هو أنت مش هتلعب مش هنشوفك بقى ده أنت عامل ماتش كواس قوي هو أنت مش هتلعب ماتش يا جماعة يعني أنا عايز ممكن يقول لهم ما فيش مشكلة خالص ده الراجل قال لي هتلعب ده الراجل قال لي أنا مبسوط منك وحجيلك تلعب بس الكلام إيجابي جدا مش مش مسألة إيجابي هذا ليوش سرا أه طبعا لأن هذا ما قاله موسماني تحديدا في المؤتمر لما سألوه قال لهم أنا حد الفرص لجميع أنا وعدت كل لعبنا تلعب فهذا ليس إشاءا يعني تعرف هو لو غضباء ويطلع كلام بتألف قاعدة خاصة يعني ينقل الغضب والمشكلة هم ما بينقلش مشكلة ده بينقل حل يعني هو فيه حسن نية قد يكون أنا مش موافق على الكلام ده أنه سيب الكلام اللي في الحجرات في الحجرات حتى لو إيجابي ها وأعتقد أن الدرس كل الناس بما فيهم حتى موسماني أنه أنا متأكد أنه هو مش هيستدرج في الإعلام أنه ياخد ودي زيادة على لزوم فيما لا يخص المباراة ده كل يا جوسي كان بيعام كده استألوني في المباراة طب فلان ملعبش إلي ده حاجة تخصني شطب كول فايلر كان بيعمل كده لأن أنت لو خدت وديت فتحت مجال للرقب فتحت مجال كمان للإجتهاد وفتحت مجال للتأوير زي ما كل الناس تلقفت من الكلمة حابة تعمل لك أزمة قبل ماتش القمة آه بالضبط وهو ده اللي أنا بقوله بقى يا شباب مصر يا أهلوية يا جمال حديث النفس مع النفس فالي يتحدث كل مننا مع نفسه ويعرف كلمته دي حتؤثر بالشكل الفلان إزاي مش معقول أنه كل واحد عايز لعيب هو بيفضلوا يركبوا على لعيب غيره بيفضلوا وكلهم أولاد النادي كلهم بيكتهدوا هذا ليس في صالح الأهل ولا كلام غير صحي واللعيب اللي أنت بتطلعه السامن النهاردة ما حتيجي تنتقده مش هيتحملك حيبتدي يقول لك هص ومش سامعك ومش شايفك الدين مش هتبقى وردي في كل الأحوال إحنا بنشجع الآلي نشجع كل ما يودافع عن ألوان الآلي كل واحد في النادي الآلي بيكتهد عشان يسعدك عشان يسعدك لازم يشعر بامتنانك وانك مبعث الثقة عشان لما ييجي الجهاز الفني يلاقي كل اللي عبته جهزة فنية إنما حنحطهم تحت ضغط هم مش نقصين الضغوط الضغوط بتمارس عليهم من الخارج فخلينا إحنا أولاد الأهلي نتنبه لهذه المهمة وكل واحد يقام شهوته شوية في أنه يبان بيفهم ويبان أنه هو الصحة كلنا بنفهم وعلى فكرة وإحنا عديد بنتكلق الكرة مش كيمية يا جماعة الكرة تزوق تزوق ومعلومات تزوق ومعلومات فالنهار ده لما محمد محمود محمد محمود محمد محمود الولد يبقى متضايق لأنه بيحرجه كلام ده بيحرجه خلي بالك ده بيحرجه أنت ما بتلعبش ليه ده بيحرجه منه هو في إعداد الرجل شاف أنه في اللحظة دي مرضوده البدني ما يقدرش يخليه عمل أفكاره الفنية لما لعب مع فرقة الناشين ابتدى ناس يقوله أيوة هو نقصه بعض الماتشات عشان يجهز خلاص ما تسيبه الناس يشتغل هو ده محمد محمود ده أكتر لعيب محمود في مصر من زميله ومن جهازه الفني يعني كل يتمنى له الخير وكل يتوسم فيه الخير بإذن الله سيبه والناس يشتغل ما تسخنوش اللعيبة لا على بعضها ولا على جهازه الفني ولا حتى بينك وبينهم أنت جمهور اللعيبة دي بتحاول تسعيدك والله يصدقني اللي بيقصر هيحاسب كمقصر لكن الحمد لله في اللحظة اللي احنا فيها دي محدش مقصر كله بيكتاب أرجو كله ياخد الدعم اليازيز صاحب ده كلام مهم جدا للجمهور والمهان صعدت كان بدأ الكلام في حتة ما هو الناس من حقها تعرف على فكرة قاعدة أن الصحفي لا يجب أنه يفشي مصدره هدفها حماية حق الناس في المعرفة يعني ده مش تمييز للصحفي لكن الصحفي لما يحمي مصدره وما يقولش مصدر معلوماته بيحمي حق الناس في أنها تعرف لأنه بيقدر يوصل للحقائق بشرط أن تكون معلومة طبعا في كل الأحوال ما يكونش يفتهد بإسم الناس لا لا في النهاية أنت بتكلم على قواعد مهنية يعني مش اجتهاد لا بتكلم على حد نائل لخبر أو قصة بعيدا عن القصة اللي حصلت مبارح لأنها أصغر بكتير من أن احنا نتكلم بالزبط كده في محتوى لكنه كقعدة عدم أو التجديد على حق الصحفي في عدم أو التزامه بعدم في شاء مصدره حماية الحق المقاري أو الجمهور في أنه ما يعرفش أو أنه يعرف فبالتالي هذا الأمر لكل رأي حق الرأي العام في أنه يعرف بس الرأي العام يعرف الحقايا مش يعرف الأكاذيب ولا الإشعات ولا التأولات أو وجهة النظر لا يعرف وجهة النظر بس يبقى معروف ده رأي وده وجهة نظر أيوة مش معلومة بقى آه أنا أقول إيه أعتقد كذا يهيئ إلي كذا المشهد بيقول كذا لكن ما يقولش حصل كذا لما تطلع أنت كراجل منتمي ولعبت في النادي الآل وتطلع طول أيام فلان بقت معدودة أنت بتقول خبر أنت بتتكلم على محمد فاروق عشان ما ترحش بالصحفي أنا مش معقولة مش معقولة مش مصدق والله آه إيه إلي أنت بتكسبوه من كده يا جماعة وجهة نظرك أنت مع مين وبتحب مين وبتحبش مين دي مسألة دي حقك ولا أحد يصادر على وجهة نظرك ومشاعرك لكن لما تستخدم المشاعر دي أنك تقول حاجات لمجرد الإساءة للي أنت مش بتحبه أو للي أنت مش متفق معاه لا مش بتاعتنا ما تطلعش من ولاد الآل طيب الآل حيدخل معسكر القمة إن شاء الله تعالى يوم الأربع الفريق بيبدأ معسكره استعدادا لهذه المباراة ووصل تدريباته صباح اليوم كابتن سيد عبد حفيز قال أنه الفريق هيلعب مباراة دية هتكون مع المرج غدا إن شاء الله في ملعب مختارة تيتشي في الجزيرة صلاح محسن مهاجم الفريق بيواصل تدريباته العلاجية للتشافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشط القدم وأدى تدريبات بدنية متنوعة في الجيم النهاردة في تدريبات قوية ومران متنوعة لحراس المرمى شناو الحمد لله عاد للتدريبات بقوة وشارك في التدريبات مع عالي لطف ومصطفى شبير وحمزة علاء تحت إشراف يانكم ميشيل مدرب حراس المرمى وشناو إن شاء الله يكون جاهز لمباراة القمة للمشاركة فيها ده يمكن أخبار سريعة قبل لقاء القمة هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بس هنا هنا فيه خبر مجاهد يجتمع مع وضع الروتوشن هائية لبطولة الكرة النسائية كرة النسائية بريزنتيشن وراعي الكرة المصرية وراعي لعدد كبير من الأندية أعتقد إن دور اللجنة إنها تقدر تنسق مع هذا الراعي في حقوق بعض الأندية اللي محتاجها في اللحظة دي في بعض الأندية ليها حقوق وكاد متهدد بعدم الإزاعة مش عايزين نوصل لللحظة دي أرجو إن الرابطة يكون ده جزء من مهمها لإن ده ده حاجة مهمة جدا ده دفاع عن حقوق الأندية والتنسيق مع الراعي لأنه برضو الراعي آه عايزين عايزين الراعي ونشجعه ونستمر مؤكد وهو عامل دور كويس يعني في رعاية الكرة بس عايزين إيه يعني وانت بتحافظ على الراعي حافظ على النادي والعكس ونحافظ المخرج على فاصل عشان بعده منه نشوف هي إيه حكاية القنابل اللي تحت الدكة على الأهم أهلا بحضراتكم من جديد شفنا كل ما الترتيبات السريعة للقاء القمة لكن كما تعودتم دائما ضربة البداية مع مقالي ومقاله قنابل تحت الدكة فكنا حضراتكم الفترة اللي فاتت الموسم اللي فات والموسم اللي قبله كل الكلام عايزين لعيبة جمدة عايزين دكة قوية تسمعوا باستمرار لا 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 فلان عنده دكة قوية فلان ده دكته جمدة جدا فلان ما عرفش الاسكواد بتاعه عامل ازاي وكان وانت سعد لي حتى يعني عجبا كلمة سكواد فكان دايما وامد انه لك لسكواد اللي علموني الولاد ايوه فكل في كل فترة في كلمة ماشية دلوقتي الاهلي عمل سكواد جامد عمل دكة قوية لكن فجأة لقينا هناك من يحاول زرع القنابل تحت الدكة الاهلي عنده تلاتين لعب يا جماعة وخمسة مسموح بقيدهم من ثلاثة تسعة وتسعين وكلهم ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني حتتكلم من كل مركز وانا باستغرب حتى لما حدي يقولك ايه فرقة الفلانية لعبت الحسن من الاهلي طب ما ترجع طب ما تمسك لعب لعب في كل مركز انت عندك في كل مركز على الاقل اتنين لعب أساسيين ولاعب قريب منهم جدا في المستوى انت عارف انا بقى كمان بالبنداش ايه اه اما يقول لك خطأ في التشكيل اذا كان اللعبة كلها كلها قريبا من بعض ما ينفعش بقى في خطأ في التشكيل اه انما فيه توفيق والتزام وتنفيذ من اللي بيلعب ودي نحجي لك واحنا بنحل الماتش اللي فات عشان فاهم يعني اقول وجهة نظر ربما تنور في منطقة ما حادش واخد باله منه فاحنا هنلاقي باستمرار دكة الاهلي هتستخدم لضرب الاهلي اعلاميا للفترة الجاية وعلى جمهور الاهلي انه يتنبه لده كويس جدا جدا لانه كمان حتى فيه شباب في السوشيال ميديا بينسقوا ورا حاجات زي كده اكرم بيلعب وهايل جدا وبيروحوا المنتخب بس مهاني ده اللي كان بيلعب واللي بيلعب هو واحد من افضل زهراء الناحية اليمين في سنتين ثلاثة اللي فاتوا وكان مرشح للاختراف الخارجي وفاكرين مباراة بيرنو منوخ كان عامل ازاي فهاني ما يقلش عن اكرم لكن لما هاني يلعب تبدأ بعض الاسوات تتكلم لما اكرم يلعب تبدأ بعض الاسوات تتكلم انه وصلت لدرجة ان انت بتقيس شكل اللاعب هو قاعد على الدكة عامل ازاي معنا ممكن اكون قاعد على الدكة تعبان متداي من نفسي متداي ان انا ملعبتش كويس او استبدلت او في واحدة كان لازم انا عملها احسن من كده قاعد بحسب نفسي فجأة تلاقي الكاميرات بتخترق وشه عشان تكشف عن مكنون اللجواه عشان يتقال رأي سلبي بصوا الهدف فين لا كمان يا ساز إبراهيم لما تكون بتحب حبيبك فيه مساء يقول لك حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط هنا ما فيش عدو لكن انت عايز ايه تثبت وجهة نظرك فتبتدي تدور لحد ما يقع في سلبية شوف ازاي ما دخلش تربص بقى مرة شوف الروفر راح فين شوف الكرة اللي اتعطلت على فكرة بالمعيار ده لو حسبت اي لعيب اللي هو عجبت جدا هتلاقي له بعض الحاجات وحسبت لك ان كان فيه لحظات لكل الناس المبدعة لا تكير ازاي انت فيدي سريح ما تبقاش فرصة ان عايز ازمة وجهة نظري وبس وبتجاوز يا اخوانا ازاي انت بتتجاوز على ولادك حد حد يتجاوز فعلته عشان يباين انه هو نصح ويفهم ماينفعش دي ناس احنا محتاجين له شرفتنا طبعا واي نادي في افريقيا يتمنى اي لعيب في النادي الاهلي النهاردة طبعا اي نادي طبعا ما انت بتتكلم على انه حتى في بعض الصفحات ولا في بعض المواقع لما تيجي ترشح لاختيارات عامة بصت لو لعيبت الاهلي موجودة محدش موجود اللي لعيبت الاهلي ومدرب الاهلي هي دي قيمة الفريق اللي وصل انه ياخد دوري ابطال افريقيا سنتين وربعض ده كلام مش سهل ابدا ان انت تاخد دوري ابطالك قرى سنتين وربعض ويتاخد منك الدوري بطريقة او باخرى السنة اللي فاتت وبدأ بداية قوية جدا بصفقات قوية بلعيبة قوية وربما تلاتة وكل واحد اكفى من التاني بس لما بيلعبسين الناس بتطلب بصاد ونرجع نتكلم بقى زي جوحة وحماره بالظبط لا 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 لازم ان الراجل يثبت التشكيل علشان الاداء الجماعة يرتفع وانحنا الامتح نثبت بالتشكيل ولما يثبت التشكيل مباراتين اتنين فين فلان وتلاقيهم بيطلبوا باتنين في مركز واحد ما فيش اتفاق دي ازواق وما يصاحش نتكلم بالطريقة دي يعني احنا نزا وكناش مدرسة الاهلي اللي هي بتدي العيش لخبازه وكل وقت بتحاسب على مسؤوليته ان انا بدي بعين الناس بديع صلاحيات وحاسبها ايوة من منظور الصلاحيات اللي هي واخداها مش اللي انا عايزه انا كتير جدا كان مثلا اكلم بالكابتن اه كابتن مش عارف الفرق النهاردة يقول لي يا عدلي يا عدلي انت مش بطل تتفرج كراجل مشجع ومتفرج انت في مسؤول اقول له ما عليش يا كابتن بقى ما هون بلاقيك وادامي ساعد انا عارف ان انت بت عصده بيحصل فيها دلوقتي الناس بتتكلمني يعني يتبحبح معاي اه بفاهم ان انت اللي حاطت تشكيل اه يعني بس هو كان الكابتن يقدر يتدخل هلي بص لازم تبقى فاهم دي كلمة اللي كانت مصطرة انا لو قلت رأيي للمدرب واخذ به ليس من حقي ان احاسبه طبعا طبعا هو بيمرن وهو عايش معاهم هو شايف اداء كل واحد هو بيبص في عينين اللاعب عارف اللاعب ده صهران عارف اللاعب ده ما بيجذب عليه عارف اللاعب ده بيعمل اللي عليه وعايز يعني يديله سابورت عشان يقف على رجله انت عارف ده والله نفس المنطق اللي الله يرحمه كابتن صالح كنت بسأله على حكاية عدم التدخل وان انت فكرة التدخل في نهاية الموسم مبدأ في ظاهره الرحمة وباطن العذاب لان الناس بتتعذب وانت بتقول انا مش هتدخل الا في نهاية الموسم طب ما فيه غلط ما قال لي طب انا لو قلتلك تعالوا اروح اسكندرية قلتلك سوء انت وفضلت طول ما انا قاعد خد يمين حاسب فيه مطب ادي اشارة وفضلت اتدخل في كل القرار انت بتعمله لما هتعمل حد ستقول لي انت اللي قلتلي انت اللي مدتنيش فرصة انت اللي اللي بختني بالضبط انا كانت مغي كان فيه حاجة تانية قال لي لكن يختلف الامر ان انا افضل مرائب ومتابع لغاية لما نوصل انا مش همد ايدي اشد فرامل اليد الا لما نكون هنروح في داهي اما نوصل بقى اقيم الله اقولك مش ترجع معاك ترجع معايا ولا مترجعش هو قال لي هو ده المادة هو ده المادة وعلى فكرة خد حويتك لقرارات كابتن حسن حمدي بحزفيره لانه مقتنع به وهو كانت كان مشرف على الكرة ثم مديرا للكرة او مدير الكرة ثم مشرفا على الكرة كان بيعتنق هذا الاسلوب الكابتن الخطيب لانه دي مدارس ابجديات مدرسة جبت مدرب لكل السلطة ملتازن بهذا الكلام الكابتن مش بيتدخل انما بيقاذر ايه ايكتمع معايا بقولهم كلمتين حلوين لكن عمره ما هيقول له فلان وعلان والكلام ده اه يعني اذا المدرب لجأ له ياخد رأيه احتمال يقوله له معرفش واللي حقول له لا وريني حتتصرف ازاي هو فينا في لجنة لو طلبت الاجتماع مع مدرب لأي فترة عشان تراجع اهداف مرحلة من حقها لكن ما اعتقدش ده بيحصل حتى لأ يعني اتذكر مستر مانوال جوسي ما كانش شاف ابراهيم سعيد اي كابتن ابراهيم سعيد فكان وقتها فيه كلام ان ابراهيم مش موجود فبكالسة كده هو مستر مانوال عايز يفتح الموضوع ومش عارف يفتحه لما يفتحوش الناس يعني قالوا له لا كابتن الصالح في الحيطة دي بيبقى المهم في الاخر قال له انا سمعت ان فيه لعيب كذا عنده مشاكل فبصله كابتن صالح كده دالت قال له مستر سليم بقرارك لكن لو انت عايز رأيي انا اقدر اتعامل معي لعيب وليها طريقتي ففهم كابتن انه مستر مانوال عايز اللاعيب فبصله كده قال له انت عايزه قال له لو ده ما يبوص حاجة عندك قال له طب انا حوافق لك عشان اشوف هتعمل ايه ابتدينا ونجح جدا في البداية وبعد كده ما جاله عقد الاحتراب برا اه اه يعني المشاكل بعد ما رجع الفيطرة اللي رجع فيها بقى من انجلطرة لكن الحقيقة ده اللي عايز اقوله انه انه مفيش مشكلة لو انت ككوتش عايز حاجة من الادارة والادارة بتاخدها على مسؤوليتك اذا كنت بقى بتسأل علي ان انا ما عنديش مشكلة اتعامل مع اي لعيب انا عرف ازاي اتعامل مع اي لعيب ولهذا يعني في حاجات مش داروه تبقى مقرية اوي لدى الجمهور يعني والله انا ساعة اقرى جمهور متعلق جدا بواحده شايفه ملاد اه اقول لي اه سبحان الله بس مش دوري ان انا اقول لهم لا اهدو والدنيا مش كده والعكس ينتقدوا واحد جدا عارف انه هو مظلوب وانه ماشي موضوع الملاكة والشياطين كتر اوي عند السوشال ميديا يعني ما بيحبوا حد لكنه مالوش غلطة عنوان المهارة عنوان الرجولة عنوان الوفاة عنوان الالتزا يبقى لما ييجي اخد قرار يتصدموا غير اللي في زينا الصورة الزهنية اللي برسموها لنفسهم يتصدموا ممكن ما لقوش الصورة الزهنية زي ما هم عايزينها بالزبط ويبقى ما فيش خطأ لكن الصورة الزهنية مش كده قال انه المدرب بيختار اللاعب بناء على انه شايف حالته كل يوم الجمهور بيحب اللاعب وبيطالب بلاعب بناء على الصورة الزهنية ربما تكون سابقة شوية لكن الرجل المدرب لا بناء على لقطة على السطح الرجل المدرب شايف اللاعب كل يوم كل يوم شايفه قدامه وكل يوم موقفه على الميزان وعرف ميزانه كامل وكل يوم بيعمل له قياسات وعرف أرقامه وراحة فين بتعلى ولا بتوطى كل يوم تديله مهام تكتكية في الملعب بيشوفه بننفذها ولا لا يعني فيه حاجات كتيرة قوي علاقته بزميله عاملة ازاي مدى انسجامه مع التيم نفسه مدى تنفيذه للمهام مع كل المراكز اللي هو بيخدم فيها عملية معقدة يعني مش بالبساطة دي انك تحط التشفى فأتمنى فكرة ان احنا باستمرار كل لعب نشوفه عالدك كيبه فيه مشكلة ونسمع نسمع لبرامج بعينها هدفها ضرب استقرار الفريق ان تبدأ تنفذ من هذا المجرد لمس انت على اخطر موضوع ازاي يستخدمون احنا في ضربنا انت اللي بتقول وانت اللي بتروج فيتجرع عليك المنافس بتاعك واو الاعلام الذي يعني لا يتمنى لك الخير حتى لو كان منه بناس المفروض انها تنتسب اليك انه يستخدم المشاعر دي والحالة دي في توسيع الراتق التاسع الراتق ايه على الخارق على الراتق على الراتق اه يعني ايه شرح الراتق الراجل اللي بيرتقل اللي بيرفي اللي بيرفي فجأة كل ما ييجي عاز يرفي حتة وماش قد كده الخارق بيستهد فخلاص بقى المقطوع من القماش اكتر ما ينفعش يتريبني اكتر من السليم بس انت اللي بتوسع الراتق بالضبط بتدي فرصة للناس انه تتكلم في حاجة اه اصلا ما كانوش يقدروا يتكلموا فيها لو انت واقف بصلابة اه يا جماعة شوفوا الناس بتنجم لعبتها ازاي اه وانت عندك النجوم ايه احنا عندنا الجمال مش القطة اه قلنا لكم الكلام ده قبل كده اه اتعاملوا مع كل حاجة بما هو مصلحة النادي ومصلحة اللاعب فاتحقق مصلحتك انت في الاخر اللي هي ايه تشوف سعادة تشوف جمال تشوف اداة تشوف تفوق تشوف احصائيات تشوف الناس بتحترمك ازاي وده موجود يا جماعة والله موجود سيبك من لحظة يعني كده او كده بس المشهد العام لا موجود الاهل في الصدارة في كل شيء طيب ده للجمهور وللبرامج الاعلامية الزميلة فكرة المقارنات يا جماعة فكرة غير طبيعية بالمرة غير طبيعية بجد نهج اعلامي موجود عند بعض الناس بقى في منتهى الغرابة هو مين احسن شريف ولا درستاو ممكن المطش ده فلات مسألك لكن مسألة ده ميزة وده ميزة واللي اتنين بيأمنوك انت انك تقدر تستخدم الويزة دي ده وقت ما تحبها والميزة دي وقت ما تحبها انا قلت ده عامل زي اللي بيسألك بتحب السمك والمانجة يعني ايه علاقة السمك والمانجة والله بحبهم الاتنين جدا جدا مين قالك الاتنين ضد بعض ولو قالت سمك كل يوم مش هحب السمك ولو قالت مانجة طول النهار بقولك يعني مقارنات ده الحاجات مالهاش علاقة ببعضها خالص انت ممكن تحب الطعمية اكتر بالاتنين يعني الفكرة انت متبصش للحاجة ولا تهول فيها ولا تستخف بيها بس هو نهج اعلامي شديد يلا طيب ده بالنسبة للإعلام وبالنسبة للجمهورة باش مانس بالنسبة للعيبة وانت برضو هو الراجل فيه 18 واحد هيبه في القايمة فيه 11 هيلعبه وفيه 5 هيتغيره وكل مباراة فيه دكة موجودة طيب هم رتب انه هيعمل ايه في الحكاية دي اللعيبة بقى دورها ايه وانا لازم يرتب اللي في دماغي اللعيبة دورها ايه في دعم الاستقرار ده لا اللعيبة انها تقبل هذا الكلام وتعرف المنافسة وتعرف نقطة مهمة جدا اي لعيب النادي القليل بيجيبه يبقى المصلحتك انت مصلحتي ازاي وانت جايب لي واحد في مكانك ان انا بقى عندي القدرة ان نفوز بالبطولات اللي هتتحسب لرصيدي هتترجم لأموال هتترجم لبطولات هتترجم لنجاحات فهذا كلام لازم الناس واعتقد لعبتنا ما عندهاش المشكلة دي لحد دلوقت فمش عايزيني ساعة حد انه يخلق اهلنا تعني على فكر حتى بمناسبة تدكى محمد محمود لانه الناس زي ما المهمون سعادل ده اكتر لعب الناس حبيته من قبل ما تشوفه لانه حتى حبيته على المستوى النفسي لانه ما كانش فيه لعب سير حظ قوي كده زي محمد محمود يلعب يدوب دقايق فيجيله رباط صليبي يغيب سنة فلما يرجع قبل ما يرجع يجيله رباط صليبي لا كمان علاقته بالصبر وعلاقته السنة دي حتى عرض على انه يطلع يا عارة قالك لا انا هفضل موجود انا هرجع لمستوى من خلال الاهلي الخواجة الاسبوع ده يمكن بعت ويلعب مع فريق الشباب مباراة ضد الاسماعيلي كتمتش كويس انا اتفرجت عليه عشان يتفرج عليه عشان يبدأ يجهز ويتمرن بكرة مع الفريق ان شاء الله ده اللي انا بقوله لكم يا جماعة المؤكد انه اي مدرب يهمه يكسب جدا ويهمه ينجح شغله قوي فيه تلات اربع لعيبة بخلاف محمد محمود زياد طاري هولا نزياد وفيه فاخري اي كان فاخري ده ايه فيه احمد غريب حتى الجود اللي بيلعب مكان حمزة وفيه سرد بكين وفيه احمد غريب لا احمد غريب عارفين فيه احمد اشرف اه احمد اشرف هايل لا فيه كذا وزياد طاري ما شاء الله وزياد طاري طبعا وفيه وفيه رضا اللي نزل ده اصغر لا اللي فاز 2-0 بالمناسبة اه 2-0 واخضر يجي سبت الجوال كمان كويس اوي اوي ان القناة بتزيع ده يا جماعة دي رسالة كويسة جدا وخدمة مهمة جدا من قناة الاهل الجمهور الاهلي لانه مش هيشوف مش هيشوف مستقبل الاهلي الا من خلال شاشة الاهلي واللعيب نفسه حس انه هو حد شايفه فاللعيب يبدأ يتعود على التعامل مع الاعلام كمان المدربين يبدأوا يشوفه الجمهور يبدأ يشوف اللعب على كل المستويات بنشكر قناة الاهل وكابتن وسامة حسني على برنامج للمستقبل بقول لكم بتشوفوا مستقبل الاهلي من خلاله بتتطمنوا على الاهلي من خلاله الحقيقة يا سيد إبراهيم خريطة الاهلي بقت مبدعة صحية بيتكمل لك كل حاجة بنفسك فيه أنا كمشاهد يعني بإذن الله دايما في المزيد ده كان يمكن أهم ما حذرنا منه عن قنابل تحت الدكة في محاولة الآخرين ضرب استقرار الفريق من خلال دكته الاهلي بقى عنده عناصر قوية جدا بقيت عنده منافسة داخلية جدا هنبدأ باستمرار الكلام مين اللي لعب ومين ملعبش وفلان مأموس وفلان ضرب بوز ده كلام أرجو التنبه ليه والتحذير مخطورة وبدر قوي عشان كده هناك الكلام الكثير في الغربان انطلاقة على مستوى القمة انطلاقة الدور المصري هذا الموسم انطلاقة على مستوى القمة زي ما بداية الأهلي حملته للدفاع عن اللقب أو استعادة اللقب إن شاء الله هي أيضا انطلاقة على مستوى القمة الأهلي فوزين خمس أهداف أربعة في الإسماعيلي وهدف في البنك الأهلي مبارح كانت ممكن المواراة تكون غزيرة الأهداف أكتر من كده لو كان الفريق وفق لكن كل التأدير للبنك الأهلي للأداء اللي لعب به لكن خدوا بالكم باستمرار مش هيلاء الأهلي الفرق المنافسة اللي تبدأ تلعب كورة هنرجع للتحصينات الدفاعية وللمتاريس وللشغل الدفاعي قوي هيحد ده من فرص الفريق في الإبداع لما الإسماعيل اللي لعب كورة فريق بيلعب كورة وده طبيعته بدأت تلاقي شكل أداء مختلف جدا للنادي الأهل الناس اللي استغربت من أداء الأهل مبارح أداء فرضته ظروف المباراة وطبيعة أداء المنافسة باشواندس عزرائي طبعا واللعبة لعبتنا وده يعني نستقول لك هون مسماني تاني بعد ما نجيب الجون يرجع يدافع يا جماعة مسماني لا رجع يدافع ولا عمل حاجة في لعبة ما تعرفش إيه اللي حصل يعني أخطر هجمتين في آخر ربع ساعة اتحسبوا علينا واحدة منهم لا هم مش مرتبطين ببعض واحدة منهم كانت قاوت مين أحسن لعيه في المباراة مين أحسن لعيه أكرم أطبع ما ينفعش يا أكرم لا حمدي طبعا حمدي 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 فتحي ما حاولك وما ينفعش يا حمدي ها إن كورة تترمي قاوت وانتو مش جاهزين للتعامل معاه فتصفر عن انفراض قاوت من غير محد يلمسه المفروض اللي بيرمي القاوت ده في الموقف ده ما يلاقيش حد يبصيله من كوت من إحكام الناس وياخذتها ها وإنهم دايق المسحاك وحتى كل واحد في صدره تحت رقابة جامدة جدا لكن إحنا فجئنا القاوت التامية أصفر عن انفراض أنقذ علي لطفي الكرة الخطيرة جدا جدا التانية اللي هي تلعبت ناحية الشمال إياك يكونوا نقدر نجيبهم الكورتين دول وبعدين تلعبت بالعرض وطلع الكابتن علي لطفي يتصدله برجله وعلي معلول رحمة الله كان ممكن ترتطم إنت عارفوا الكرة دي ممكن جدا لو الكابتن علي لطفي حطاها برجله ممكن تخبط في حد وتخش طيب أصل الكرة دي إيه الأولانية لانفراض الخطير أصلها قاوت هل ده هتقول لي بقى خطورة نتيجة أن مسماني رجع لا اللعيبة لحظة شروض لحظة سرحان أنا بجيب لك أحسن لعيبة هم على همش خلاف اتنين عاملين مستوى هايل 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 حمد وأكرم أيوة إنما إنما الكرة الثانية إيه وإنت مش مضغوط عليك مسبس تتقطع تروح ناحية الشمال تتلعب العرض كتحتيجي دول الكرة اللي بيهديدوك بس أنت طبعا تفرجت على التسجيل وعصابك هايل هو أنا لو كنت اتفرجت على دي وأنا قاعد كنت لحقت ينهره بيض وكنت حعمل زي الناس اللي بانتقدها بس أنا بقى أنا بقى بهرتل مع نفسي ما بمسكش القلم وأكلم الناس وأقول لها وهاجم اللعيبة إنما بعدها أقتوبة بشكل نصيح إن كنت شفت الغلطة طب لولا الكرتين دول كان حد شاف خطورة على الأهلي لا الأهلي كان ماشي خصوصا في الشوت الثاني كويس وضيع فرص وشريف جاب جون بديع جدا اه في المتابعة نحظ الحمد لله أنا ليه بقول بديع ويقولك تجوني جيبه أي حد ها جيبه أي حد لما يوصل هنا عشان يوصل هنا من غير أفصايد ده هو تحركه أيوه ده ألانه واستنى لغاية يعني التحرك بتاعه والسلايب بيشوت يعني السلاية وهو بيشوت يعني تحرك شريف هو ده الفيرود القراءة الحس بالمكان وهو كل جوان شريف هتبدو لك سهلة لأنه هو زي محمد رمضان كده كابتن محمد رمضان ما بيعانيش وهو بيحط الكرة في الجوة بياخد خرار سهل في مهارة وفي فكر عالي اهو اهو هادي جول هني عايز بقى له هجمتين اللي خطر علينا الشوارب بقى يعني ما قلناك جبتها يعني عاملناك مسحصح لي اه لو متحين طيب أنا شريف ايه زعلت منه في الماتش ده ليه نفس الكلام انتوا بتدوا يا شباب بتجيبوا جون افرح جون مهم جدا لفرقتك الرسالة دي لمين انا مش سامع ومش شايف لمين ما بحبش الرسائل محدش يقول هس محدش يعمل كده طبعا بتوصل في ناس بتوصل ان هي اصحاب لغة الاشيارة طب رجعونا الكرة دي تاني اه ها 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 دي القاوت هل ده معقول هل هل موقف ده معقول طيب ده مدرب دي طريقة لا مش معقول لاجب يكون صرحة مع نفسنا اي وهذا لا ينتقس من جهد احد هذا لا ينتقس من تألق وابداع لأكرم اللي بشوفه النهاردة لو قيمت لعبة مصر هو الافضل مهم لكن بتجيلك لحظة اذا ما اهتمتش بكل التفاصيل الرفيعة هتتعرض للخطورة قيمة الاهل الحقيقة لما بيضغط فردي وجماعي بشكل مندمج ويخلي اللي قدامه مش عارف يعمل ايه لو عملنا كده ما فيش فرقة هتقدر تقاومك لو ما عملتش كده اي فرقة هتبقى خطر عليك طيب النهاردة المصر اتعادل مع اسموحة صفر صفر اهو شوفوا الكرة التانية عايزك تجيب هالي بالاول الكرة دي كانت معنا في الاول كانت معنا احنا بنبدأ بيها هجمة لا مش من هنا لا مش من هنا مش من هنا من ساعة ما تقطعت من عندنا طيب النهاردة المصر اتعادل مع اسموحة صفر صفر في الاسبوع التاني وغزل المحلة كان متقدم على الشرقية للدخان تلاتة واحد هنقولكو مع نهاية المباراة لكن ده بيأكد على غزارة الاهداف في الاسبوع التاني انت قلتلي وصلت كم؟ خمسة وعشرين جون لحد الوقت طيب والاسبوع اللي فات ستة وعشرين يعني ما زلنا بنتكلم على انطلاقة بجودة عالية شوية في التحديد رغم ان فيه ماتش خالي صفر صفر ده اول ماتش يخلص من بداية الموسم المصر وصلوحة صفر صفر الصحف بقى في تغطيتها لفوز الاهلي على دي الهاجمة اللي انت بتتكلم عليها باش مندس اه شايف هل دي بدايتها ايه بدايتها ايه كرة طلعة بالطويلة لواحد مراقب دي بدايت اه هيتعمل فيه ايه كرة دي دي لاجم كانت تنقل وتروحي الناحية الثانية الفاضية وتبتدي تبتدي هجمة بشكل منظم فخلاص ربنا ست الناس اتخذت من الكرتين دول طبعا ففرحتهم بنفوز بقت فرحة فيها خوف لكن الحقيقة الشوت التاني الاهلي لعي بشكل جيد ووصلنا للجول كتير ده البنك ده البنك اللي يعتبر ضيع الدور من الاهلي يعني الأربع نقطة السنة اللي فاتت هم اللي ضيع الدور ايوة ماه برضو ضعوا كده بجوان بالطريقة دي اه انا عايز اقول ايه احنا لازم ما نديش فرصة للي قدامنا يشكل علينا خطورة مفيش فرقة صغيرة صحيح لا لا الدور السنة لا مفيش فرقة صغيرة اه وعفكر كده وعفكر انك تتطمن حسألك في قيمة المسابقة السنة لكن هقولك سريعا عنوين الصحف بعد فوز الاهلي على البنك واحتفاظه او تصدره للمسابقة الاخبار قالت الاهلي يقطف البنك الاهلي بهدف شريف مسيمان يصحح اخطاء التشكيل وعرض جيد لابناء جلال موقع يلا كورة قال شريف يفوق التلاصم البنك الاهلي ليمنح الاهلي انتصار الصدارة قبل لقاء الزمالك واليوم السابع قال الاهلي يواصل انتصاراته ويحقق اول انتصار على البنك في الدوري بوابة اخبار اليوم الاهلي يتصدر الدوري بعد الفوز على البنك والمصر اليوم قالت عودة المخيف الاهلي يهزب البنك بهدف شريف الاسبوع التاني الاتحاد فاز على فيوتشار 3-2 امبي فاز على المقولين 3-2 سيراميكا كيلوباترا فاز على الاسماعيلي 2-1 مصر المقصة فاز على الجونة 2-0 الزمالك فاز على طلاع الجيش 2-0 بيرامدز فاز على فارقه 2-1 والمصر تعادل مع اسموحة 0-0 والغازل المحلة متقدم على الشرقية للدخان 3-1 الاسبوع التالت هيبدأ ان شاء الله يوم الخميس البنك الاهلي هيلعب مع الاسماعيلي والمقصة هيلعب مع السيراميكا كيلوباترا المقولين العرب هيلعب مع طلاع الجيش والجونة مع فارقه وبرامدز مع الاتحاد وحتختتم المسابقة يوم الجمعة سموحة مع شريال الدخان وغازل المحلة مع امبي وفيوتشار مع المصري ثم لقاء القمة الاهلي والزمالك لانتهاء الاسبوع التالت ختام الاسبوع التالت هيبقى الجمعة ان شاء الله باربع مباريات وانتهت مباراة غازل المحلة دلوقتي فاز على الشرقية للدخان 3-2 كنت منتظر الجندة هم جابوا لك انت الجندة لا طبعا لان كمان 3-2 ده نتيجة غريبة جدا اتكررت اربع مرات الاسبوع وفيه ندية وفيه كرة هجومية وفيه كرة مفيش يأس مفيش يأس للاسبوع التالي يبقى الاتحاد متخلف لثلاث مرات النتجة ده امبي والمولين والاتحاد وفيتشور 3-2 ثلاث مرات الاسبوع ده يعني 3 مرات الاسبوع ده 15 رجوم في ثلاث ماتشوف معدل كبير فانت بص الاتحاد سكندري هو المرشح لهديمة ثقيلة الاسبوع الماضي وباقي 20 دي مغلوب اربعة واحد يقلب المباراة اربعة اربعة فجمهور من يأس تخل الاسبوع الباقي ده لو هو بيلعب كان الوضع حيبقى عامل ازاي حيبقى وضع متوتر جد لكن هو داخل بامال عالية لانه قدر يعمل كامباكت ما حصلتش من مدة من زمان يوم ييجي يتخلف امام في ووتشل في القبيرة مش في الاتذار يوم يتقدم ويضع كمان ضربة جزاء يعني كان ممكن يأربعة اثنين لكن الاتحاد وهو يحقق سبع هدف اسبوعين ويطيح بضربة جزاء فيه ظاهرتين اتحسب له اربع ضربات جزاء اتحسب عليه اتحسب عليه ضربتين اظن لكن كمان بيخش فيه سبع تجوان يعني هو جاب ست جوان يعني جاب سبع هدف ودخل فيه ستة اهداف فهو اضعف دفاعه واقوى جوم في خلال اسبوعين الاسبوع الجاي حيلعب فيرامل تلت فرق لحد الوقتي كسبنين الماتشين بتوحو الوضع ده قاله زمالك حيتغير يا اما انت يا فرق حتكسب فالتانية حتخسر يالتنين حيتعادلوا يبقى محدش حيقدر يكمل بالعالمة الكاملة قاله زمالك وبرامد اه بيرامد ما انا لسه جايلك بيرامد نادي التالت اللي جايب ستة بونت في الماتشين هيلعب الاتحاد الاتحاد اللي ما انتش عارف له مسكة اه 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 بيرامد ماشي كويس وبيقدي كويس مصر المقاصة وانت بتقول فرق هتبقى منهارة جدا تكسب بعد ما مقدمت الاسبوع الفتأة ده مش عالي ها الاسبوع ده هتكسب اثنين صفر اه غاز المحلة اه يقدم اه مباراة قوية اه بشوف الاسماعيلي المقاولين انتظر منهم افضل من هذا بكثير بقيت الفرق طبعا الشريعة الدخان ما نقدرش تقيمه لانه يعني مهوف برضو فرقة بتطلع ثلاثة اتنين اه وقايبة جلية يعني بتسجل في كل ما تشاطر اه يعني نفسها طويل في الدخان الله يرحم حلم كتير للفريد انه يصعد اه طبعا انما يعني عايز اقول ان الدوري السندي لا دوري يستحق الاهتمام واستحق ان احنا نعل القيمة الاقتصادية بتاعته ونعرف نسوقه ده كلام مهم جدا مع خبير التسويب بعد الفاصل اهلا بحضركم من جديد قبل الفاصل كان المهندس عد بيتكلم على ان المسابقة ما شاء الله مسابقة منطلقة من على مستوى القيمة بالحي ربطة الاندية المحترفة الحياة في اول موسم تدير فيه مسابقة تطلعها بالشياكة او دي يمكن زي ما بيقولوا الا موضع لابنة حتى الان موضع لابنة اللي ناقص مسؤول عنه الكابتن عصام عفتاح لازم ان يبني القالب اللي ناقص لانه التحكيم عليه كلام كتير اوي اوي ما من مباراة الا في ملاحظات فنتمنى انه موضع لابنة اللي ناقص ده كابتن عصام يكمله لانه الحياة المستوى اقل من بقية الحاجات خصوصا الفار انا مندهش والله هو الفار مشكلته ايه تاني حيرجع يقولك ماحنا رجعت اللي لازم تاخد بها يعني هو بيوجهك للقرار انه بدي لك اللقطة اللي عايز تاخد فيها القرار اللي هو عايزه لكن ما بدي لكش اللقطة الكاملة ما قبلها عشان تقدر تحسب ولا لا يعني يعني ما هو انت بالمعيار العادل لان تشوف ما قبلها اللقطة توب انت كده مش فارجب لها لقطة من عند جولها وتروح تلغي تستنى لما تجيب جون وتلغيل عشان كان في منطقة بداية الهجمة كان فيه فاول ما بتعملش كده في جون قبلها بثانية كان فيه فاول يلغي ضربة الجزائق مرتين تحصل مش معقول طيب خلينا بقى في الجزئة التسويقية لانت اشرت الحاجة قبل الفاصل ان المسابعة تستحق قيم تسويقية او قيم تسويقية اعلى من كده طبعا طبعا انا بنق الكويس انا عندي ملاعب كويس اقاو دلوقتي انا عندي جمهور بدأ يحضر يحضر وملتزم الحقيقة جمهور من احسن الحاجات اللي حصل ربنا يعدي المطشين اللي جايين على خير ثلاث القيمة مع بعضي الثلاث مطشات علشان نقدر التسويق يبقى محترم هو انت عندك الجالية المصرية اللي موجودة في الخليج قد ايه ضخمة عشانة للدوري المصري عشانة تسمع رأيي اللي السيديوهات العربية في الدوري بتاعنا انت شفت الأستاذ عالي الزين اللي سيديوهات قال لك سبيل في المياه في لبنان اهلوية عشان يزود المشاهدة بتاعته اتقلبوا اهلوية وزمالكوية على الغرار اللي بيحصل هنا اي واخد بالك طيب حتقول لي دي حقوق اه ما تتباع انا ما بقول لكش يعني شوف مين اللي بياخد يا اما تنتهج في المستقبل نهج تاني انك تقسمها تسويق داخل تسويق خارجي وعلى فكرة لا ده الداخلي والخارجي بيتقسم ثلاث ملفات خارجي في المنطقة العربية لا اخذ مني بقى بس مباشر وهاي لايت بالهاي لايت خلال 48 ساعة طيب بعدها باسبوع يبتدي بقى فيه حق اسمه حق مكتبي يتباع لوحده اللي عايز بقى حتى اللي اشترى منك الباس المباشر قدامه اسموع يستفيد منه بعد اسموع يبتدي الشري من جديد لو عايز يستفيد منه وفيه حق أرشيفي هاللي بيحتفظ بيه بقى حق الأرشيفي انك انت عايز بعد سنة ترجع تجيب حاجة من البتاع ده تشتري هذا الحق فممكن بالتقسيمة دي وبعدين داخلي وخارجي تشتري الدوري في مصر لكن سبني عايز تشتري الدوري في مصر وخارجي يبقى بتزود بتزود المحفظة الباكيج اللي انت بتسوى هتاخد فلوس أكتر انت هنا ويبقى الشركة الرعية بتشري ده وده هي تسوى وخارجي لحسابها وخارجي في الخليج في أوروبا في أمريكا انت لك جمهور هنا وهنا وهنا تستطيع ان انت آل الأوان انك تتعامل زي دوريات الأوروبية بقى ان سوقك موجود في كل حد بس نتمنى لانه فعلا المسابق ماشا الله عليه ربنا سهل وتكمل على خير وربنا سهل وتفضل في هذا المستوى العالي جدا والأهل يفرح جمهور ده كان يمكن أهم ما في الغربال لكن دائما هناك الأهم مع بعض مثل لسانه شريف والشعور المخيف محمد شريف هدى في الدور السنة اللي فاتت واحد من أهم إن لم يكن هو أهم المهاجمين في المسابق ده برقم يعادل الرقم مقياسي 26 هدف آه يعني ما شاء الله عليه لكن بمجرد ما قاعد احتياطي مباراة ملعبش مباراة واحدة تم الدفع به في جدل كبير أثير مباراة واحدة مباراة واحدة مباراة واحدة ده الجنن ده هدف الدوري ده حسن العيف ما عرفش إيه في الدنيا ما عرفش إيه جي موسيماني قاعده مطشين صح وبرسي تاو لعب وجاب جنين أه برسي تاو ده نمرة واحد ده ما فيه زي واثنين في البلد تم محدش انتقد موسيماني ليه مش معنى كارلوس كيروش ما هو موسيماني نفسه بإن هو قاعد محمد شريف عالدكة ده اعتراف من موسيماني إن كارلوس كيروش كان عنده حق الدنيا طيب يا كابتن خالد الدنيا قامت وقعدت وما قعدتش لإنه ما فهمتش سبب غياب أفشاء ومحمد شريف وبعد كده بدأ تردد إن الإجهاد وإنه هما ما قدرواش يقدموا المرضود البدني خلى الراجل يقول لهم دوركوا لسه حي يجي طيب تعالي بقى ترجع للنادي طيب أنت عندك لعيبة ما تقدرش تلعب على بن شارق في الزمالك أنت عندك لعيبة في النادي الأهلي تقدر تريح بعضها والنهاردة بيرسي تابو اتقاد في ماتش الإسماعيلي لكن شريف رجع الملعب في ماتش البنك لأنه هو اسلوب لعبه وخدراته محتاجينها في الماتش دي في اللحظة ده وكان عند حسن الزين وهو ده المطلوب من شريف أنه ما يسمعش الكلام ده يا كابتن شريف خلاص كابتن خالد بص كابتن خالد الغندور بسم الله ما شاء الله عايش هذه الحالة ومش هيخروا براه الأهلي بشمعنا الأهلي والأهلي بيعمل والعبته بتسوي وأنتوا فاكرين إيه طمنتوا بتعملوا طمنتوا بتسوي خلاص خدوا بقى على كده لكن اللي همنا بقى رأي الناس في شريف شوف الحارس طيب قبل ما ناخد رأي الناس في الشريف بس عشان المقاربة دي ما بين رأي كروش ورأي مستر مسماني مبدئيا احنا أعتقد كنا من أكتر الناس اللي قلنا كروش من حق وياخد اللي ياخد ويسيب اللي يسيب أو الجمهور يبقى عارف أسباب الاستبعاد وهو غير مطالب أنه يبرر بالمناسبة وقلنا هنا أنه الجهاز المعاون لازم أن يتدارك حتى كنا تكلمنا على مصطفى فتحي أنه التلاتة ما كانش يستحقوا يمشوا أو استبعادهم كان مفاجئ مصطفى فتحي عام الموسم هايل جدا شريف هدف الدوري أفشى واحد من أحسن لعبة المسابقة فاستبعادهم كان مسير للتساؤل لكن الحق حق كارلوس كروش حق أي مدرب يستبعد أي حد لكن لو هتقارب بقى بين القرار والقرار لا الظروف مختلف مسير ماني قعدوا احتياطي مطش ومبارح في المؤتمر الصحفي بالمناسبة أيوة بيت مسير ماني مبارح هو بيتكلم في المؤتمر الصحفي قال لهم هو فيه إيه المشكلة إن أنا قعد لعب بعدك أنا عندي شريف جايب للسنة اللي فاتت 26 هدف وقعدت احتياط عشان ظروف المطش أو حالته أو أو يعني هو حر أو عايز يشوف حاجة في أسبابه هو حر أو طريقة اللعبة اللي عايز يجربها في أسباب كتير الراجل مش مطالب إنه يقولها للناس لكن لكان الاستبعاد هدفه أو سببه إن أنت بتقلل من شاء شريف ولا استبعاده كان لأكتر من مباراة على الدكة ماهيش دي القضية عشان تحدث هذه المقاربة وشوفه ومش قلتلكه وإنتوا كنتوا غلطانين لما قومتوا القيامة علشان استبعاد شريف من المنتخد لا خالص ده احنا قلنا يا جماعة لازم أن نعود الجمهور إنه المدرب هو صاحب الحق الكامل في الاختيار بس يقول لللعيبة عشان تعمل نواقصها أو على لقل يحفظ عليها معنويا وكان ساعتها كابتن وقل جمعة تواصل معايا قال لي الاتصال بيوم تم مع كل اللعيبة اللي استبعدوا حصل اتصال وحصل تواصل والرجل قال لهم أنتوا كلكم معايا في المرحلة اللي جاية دي مقاربة ما كانتش في محلها أبدا لكن الأهم والأغرب اللي جاي هو جاي باتنين لعيبة ميكي سوني وتاو بص وحشين حلوين هيديهم بس حابوا من النهاردة لاتنين مع بعض مش مشكلة بس بدأ بيهم وهيبدأ بيهم مطشط اللي جاي وفتكر كلامي هو هو اللي جاي بالصفقات هو اللي مختار الصفقات دايما المدير الفني ما بيختار صفقة بيدافع عن صفقته ما بيخلص عليها ده ده قولاً وحداً وبالتالي هو اللي جاي بالصفقات والصفقات دي جاي عن طريق كمان وكالة زوجته وبالتالي هو هيفضل طول الوقت يدفع بالصفقات دي ويلعب بيها عشان يقنع الناس إنه هو ولو مش كويسي مش قدر يسرع تقوله لكن انت مشغول يا أخي الفاضل انت طالع إعلام يعبر عن نادي الزمالك عشان تقول هو الزمالك بتهاجم ليه الزمالك يجب كذا تفسر نقطة القوة بتاعت فرقتك وتعليها مش عشان انت ما ورقش حاجة كان فيه برنامج ولا بلاش في الإزاعة زمان مش البلاش فمش عاديين والله الرجل تدور أنا على خرط الإزاعة زمان لا حاولها لك بيني وبين البعض انت معنك يا أخي لكن مسألة هو مسماني جابهم عشان اختار ده حقيقة طب هو اختارهم عشان زوجته هي الوكيلة بتاعة اللعيبة حقيقة بصة جماعة كلام ده خطرته فين ده اتهام بالفساد والتربح لانه لما يبقى المدرب هيدعبهم لمجرد ان زوجته صاحبة شركة جابت اللعيبة يبقى هنا في خطوط مريبة ويبقى الزميل سيف زاهر اللي سمع التأم مثل ده كان لازم ان يستوقفه احنا مش معنيين بصفقات اي نادي او مشاكل اي نادي او الغرامات اللي بتحصل او او العقوبات وبع انه حكاوي يتقال فيها مواويل مش قضيتنا لكن لم يبقى فيه ترويج لكلام زي ده انه اللعيبة دي بتلعب علشان زوجة المدرب هي اللي جابتهم ده كلام خطير وغريب وافتراء كامل انا كنت حريص ان انا ارجع لكابتن امير توفيق وهو مدير التعقدات في النادي هل الوكالة الشركة اللي زوجة ميستر بيتسو موسماني شغالة فيها او بديرها او اي مستوى لها لها علاقة بصفقة بيرستاو او لويس مكسيوني قال لي على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد لا دخل ليهم على الاطلاق قولا واحدا والورق اللي في النادي الاهلي والمستندات اللي في النادي الاهلي بتأكد ده فده كلام يا جماعة انتو ظلمتوا مانويل جوزي كتير جدا ايوا وكل واحد فارغ يطلع كل ملاعب يحصل يقولك اصلا اللي جايبه ابن مانويل جوزي لا لا انا حديلك النموذج الصارق اه اخر لعيب جيه لعب في وقت مانويل جوزي عشان افكر الناس بيهم جونيور برازيلي اه اه وقالوا ان ابن مانويل جوزي هو اللي جاب اه روي روي وان مانويل جوزي اذا الكلام هو اللي اختار اه مانويل جوزي هو اللي اختار لازم ان يختاروا لحظة واحدة اه ما هو يختاروا يوافق عليه طبعا اذا اترسح له هيوافق عليه هم هما استندوا على ايه ايه انه روي ابن مانويل كان قابليه باسبوع في النادي الاهلي بس كان جايب لعيم تاني ما اتخدش كمال جه مع لعيب ما اتخدش اتجرب في الملعب ابو روي كان حريص هشوفه في الملعب ما اخدوش بضمان ابنه واقعد معنا تلات ايام وقال له شكرا يا روي مع السلامة واخد بعض واخد اللاعب اللي جايبه وسافر وابو روي اختار واحد اتدى يقولوله جونيور جونيور كان مشكلته كلها انه كان بنت رئيس النادي اللي بيلعب فيه عايزة تمثل اللاعب فكانت متصدرة في الموضوح هي محامية واقلت انا الوكيل بتاعه فاتفتح السكة معه رجع واحد اسمه سالم عراقي لا ده انا الوكيل بتاعه اعتقد سالم كان وكيل منو الجوزيف في الاول لكن في تاني مرة ما شفناهوش تاني مرة ده كان اتصال مباشر وكان منو القطع يعني اللي كالة منه مش محتاجه انه يقدم نفس النادي الآل يعني فسالم جاب من اللعم يفيد انه هو اللي حيمثله فجاء سالم الى القاهرة وخلص الموضوع من خلال سالم فيه روي مفيش روي بحر لكن فضلوا كل ماتش يتعاملوا مع جونيور انه روي وهذا غير حقيقي نفس القصة دلوقتي كل ما حصل حاجة هيقولك زوجة بيتسو موسيماني هي زوجة بيتسو موسيماني بتمثله هو ممكن وتبقى منطقية تتفاوت باسمه منطقية جدا طبعا منطقية جدا لما زوجة عندها شركة تسويق هيعمل توكيل لحد غريب ليه صحيح اما مسألة اللعيبة وبعدين هذا لا يصادر اذا كان فيه لعيب كويس وحييجي عن طريق اي حد ها المهم الابضل انه ما يجيش عشان الكلام اللي الناس بتتصايد دي كل ما يلعب او ما يلعبش او يوفق او ما وفقش من اللي جايبه هتتخدك ان فيه حاجة شخصية ايه ده ما حصلش وانت اثبتت هذا الكلام وانا قلتلكوا واقعة برضو انا لوان نبرق مستر منول منها ها صحيح فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش عايز أقول لك المأمير يقول لك خلاص يبقى أنا عارب بالزبط ها إنما عايز أقول لك إن ما ينفعش يا جماعة نتكلم على بعض كده هل إحنا اتحشرنا أبدا في اللعيبة اللي بتيجي للزمالك ومين اللي بيرشحها وظروف مشايانها وعقباتها وغراماتها ودليل على كده لو عايزين نصطاد بقى كنا نقول لك قولوا لنا بقى العملات راحت فين وبتعمل ملناش دعوة الزمالك الزمالك مسؤول عن نفسه بالزبط خليك يا كابتن خليك دافع عن المشكلة اللي عندك مش تتكلم تخلق لي مشكلة مش موجودة لأنه ما حدش مش حدش هشتري منك في النادي القاتل هنطل على الفاصل وبعد الفاصل هنشوف هو بيرستاو وميكسيوني بيلعبوا ليه على الأهل أهلا بحضراتكم من جديد طيب كنا بنتكلم على شريف وأداءه في المباراة وعودته شريف الحياة مشاركته وتسجيله كان محل اهتمام عدد كبير من المحللين وأنه نجوم الكرة القدامة الكابتن محمد فضل كمهاجم كان له رأي في هدف محمد شريف أنا عاوز أبص على محمد شريف بص على محمد شريف وقفشه بيشوت وقفشه بيشوت محمد شريف هو خلاص هيروح يعمل فولو فأخذ خطوطين وبعدين أمواقف برافاق هو رايح بصحيك خلاص رايح هيعمل فولو وبعد كده وقف أنه خلاص عرف أنه قفشه مش هشوت وقف عشان الأفصايت بصحيك سبت والسلاب يشوت هتلاقي تحرك هو ده الفرود الفرود إن أنا أعمل فولو صحيك سبق خلاص جون فده الفرود محمد شريف بيتحرك كويس نازل عاوز يجيب هدف بين إنه هو نازل عاوز يجيب هدف من هنا الهدف هملة صعبة وعملة ندرة زي ما بنقول ده فرود مميز جدا بيقيم فرود مميز جدا في تحركاته وإزاي إنه هو ظبط نفسه عشان ما قابش في صيده في نفس الوقت وبعنده زمام المبادرة وأول واحد يوصل للكورة تحسبا لإرتدادها الحياة فضل ومتعب محللين لا فاق بسنس عالي أوي فنيين أوي فنيين يتكلمون بين نواحي فنيين ده الكلام اللي تتاخد منه وتشتري وما مش وجات نظر بالزبط ده بيتكلمك على حقائق قدامك بتتفرج عليه صحيح وبخبرات المخضرمين اللي عاشوا المواقف دي طب اللي عاشوا الموقف ده واللي دخلت فيه الكورة الزنفولي حارس مرمى البنك نشوفه هل عدم وجود شريف من البداية زنفولي رياحك أنت شخصيا؟ شريف لعب كويس ولعب سريع وبيلعب بتماغه بكويس يعني فروب كويس بيعرف يجيب جون بيستغلوا كل فرص اللي بتجيله لما نزل غير رسم المباراة خالص من النادل الآن وهو مش موجود بيرياحك أن أنت مفيش مفيش خطورة معاطر عكورة العالية فبتريح لنا لكن الصوت الثاني هو مؤرث يعني العيب يعني لبغزة في اللفظ يعني هو مؤرث بكل كورة بيحاول عليها فبيخليك حاذر شوية في الخروب بره المرمى يعني رأي مهم جون بقى شعور الرجل اللي حيلعب على شريف ده واللي حيتعامل معه وتعامل مع تحركات قالك أنا جون ده فرود مؤرف لي فده مهم ده مهم أنه ده يبقى إحساس المنافس اللي هو حيتصدى لتحركات شريف ومحاولاته لكن أيضا عايزين نشوف بقى مدرب هي كمان جزئية أن أنت تطرح شريف بديل لتاو في تاو يبقى ما فيه شريف تاري العاشر قالك مين قالك ده اللي أنا مهم تم بيها يقود رأي مهمة يقود لكابتن تاري العاشر يبقى عند برش تاو وعند شريف بقى عند اتنين يستطيعوا يتعاملوا على المرمى بشكل كويس إن هم يستطيعوا من أنصاف الفرص يرجحوا كفتي صح فأنا بزود القدرة الهجومية وكمان ما بعدش شريف لأن احنا لاحظنا لعيب الجونة لما جيه من نادي الأهلي جي شريف كان بيلعب وبعدين لعب فبعد عبال مراجع عبال مراجع شريف خد وقت كبير جدا بل بالعكس هو شريف أصبح هو الرأس الحرب الرئيسي فأنا عاوز أبني على كده أنا كسبت وحزا برش تاو بشكل كويس جدا أنت عايز تقولي يعني ما ننساش شريف سوى ستقول آه طبعا طبعا يعني أنا قصدي أنه هو طالما اللعيب عنده مرونة تاكتكية أنا إزاي أستغل مرونة تاكتكية دي لصالح شوف طبعا كلام مهم جدا وكلام فني اللي الاثنين بيدوني ميزات ده وانت كويس أنك قلت قنابل في تحت ديكة الأهلي ليه الناس عايز يتحول الميزة دي بأي طريقة وبمستهى الالتفاف على الحقائق أن تبقى مشكلة بعد ما تبقى ميزة عندك تبقى مشكلة وهنا أنا عايز أكلم شريف روعد شريف مش بس الناحة الفنية كنت أشوفه من أول يوم جاه إن كان عنده شخصية لذيذة سلس عنده براءة نفس بريئة فكان بيتعامل مع المواقف بهذه البراءة أوع يا شريف تفقد هذه البراءة أوع حد وصلك أنك تزعل أوع تقول هس أوع تقول مش شايف أوع تقول مش سامع خليك شريف البسيط الجميل المخيف للمنافس لكن المحبوب من زميله والمحبوب من الوسط دي جزء من قوتك وجزء من شخصيتك لا تفقدها شأنك شأن أفشة شأن لعبة كتير هيكل واحد هيجيله في معاده الميزة اللي أنا أحب أنه ينميها في نفسه أنا دايما أقول ملاحظاتي في حتة تبدو ودي مالها مال ملعب لا دي مالها قوي قوي بالملعب صدقني أوع تفقد البراءة دا كلام مهم جدا من المهندس عادلي تعقيبا على كلام أيضا كان مهم لكابتن طاري العشري لكن كمان كابتن فاروق عفر لرؤيته الفوز الأهلي أعتقد كلامه مهم لعبة النادي الأهلي النهاردة خلصت المباراة اللعبة كان عندها أسرار جامد جدا صحيح شفت الشوت الثاني يختلف تماما عن الشوت الأول أداء الحركة بتاع الشوت الثاني معدل بدني بتاع النادي الأهلي عالي جدا صحيح يعني كان عنده المساح أن هو يشوت لكن فضل الرجل اللي أضمن واللي وضعه أفضل والمكان والليه دي مستو تزديد بالزبط وده 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 وقيمة كل لعيب أن أنا عارف إمكانات زميلة نعم لكن قريب أتكلم من أرده لعبة النادي الأهلي قدت الشوت الثاني بشكل كويس جدا هم بالتركيز بتاعهم بالإرادة بتاعتهم في الملعب كل اللعيب طلع كل اللي عنده الشوت الثاني وعشان كده لقيت الشوت الثاني رغم فريق البنك الأهلي فريق قوي وفريق منظم لكن اللعيبة غيرت يعني كل اللعيب طلع كل اللي عنده يعني عايز أقول أن النادي الأهلي الشوت الثاني قدم بشكل كويس جدا يعني سرعة الأداء النادي الأهلي الشوت الثاني أفضل من الشوت الأول ضائمين لعيب كبير جدا ومدرب كبير جدا ومحلل كبير جدا ومش أهلاوي يعني ومش بيجامل لكن كل اللي قالوا أنا عايز أركز على حتة لما قال شفته أفشا وبيختار نيدي للسولية لأنه في الموقع الأحسر رغم أنه هو بيحب شؤون وقال لكم شفته فتحي حمدي فتحي وهو بيكرر الكورة اللي جابها في الماتش السابق بتاع أفريقيا بس الكورة تيجي في بطن العرضة يعني اللعيبة وبعدها بشوت كورة برضو يتصدلها الحارس بصعوبة لا طبعا الشوت الثاني كان اللعيبة عارفة تعبر عن نفسها كويس أنا لما يعني عتبت عتبت لحظات فقدان التركيز اللي اديت فرصة أن مرمانة يتهدد عشان هي دي ممكن تضيع كل المجهود الرائع اللي احنا عملناه لكن اللعيبة اللي قالي اهو اتفضلوا يا سيدي اتفضل ايه الجمال ده لا حمدي الحقيقة يمتلك من القدرات عندك لعيبة تقدر تحللك المشاكل باستخدام المهارة الفردية في اطار جماعي وعلى فكرة شريف خطورته تزيد جدا لما كان بيتعاون مع زميله او بيتعاون مع زميله بيرسي تزيد خطورته وهكذا كل لعيب تزيد خطورته لما اللعيب المدافع ما يعرفش هو يتنبأ بحركه هو حيباصي ولا حيمر ولا حيشوت ولا حيلعبها على لعيبها فهو دي خطورة لكن التنوع في المهارات والتنوع في الكفاءات أهم ميزة عند النادي الأهلي نطلع لفاصل الأخير وبعده نتواصل وما تخافش على الأهلي طالما الأهلي محل تقدير من المنافسين كتير من المنافسين في لحظات من الموضوعية بينصفوا الأهلي لأنه دي خورة وهم شايفين الأداء شفنا رأي كابتن فاروق عفر مهم تسمع رأي كابتن أيمن منصور يلا أنا شايف أن هي بداية موفقة وبداية كبيرة طبعا زهر طبعا برستاو برستاو طبعا بشكل رائع طبعا رائع في كابتن أيمن لا لعيب كويس لعيب طبعا رائع وأنه يظهر في الأول انتباع معلش برضو إحنا برضو بناخدها كالناس مستنية مستنية العناصر الجديدة مثلا أي نادي مش نادي الأهلي بس لا بستنية بس يشوف العناصر الجديدة بتاعت كل موسم فبالتالي أنه هو يظهر بالشكل ده ويسجل كمان لا ده حاجة حاجة جميلة يعني هو هو وصل لدرجة أنه خلاص الاقتناع من أول مباراة من أول العين لعمرها ما هتجذب فالجمهور لأ عنده قناعة بي كبير تسجم بسرعة تسجم بسرعة بالتالي ده برضو يعني بيقول أن إدارة وعية بتقدر تجيب اللعيبة اللي هي تقدر تفيد الفرق أو تفيد المات هو الرأي أهمته في الجملة التانية لأن تو خلاص هو قال لك قدر يقنع الناس من خلال الأداء يعني ويتحدث تحديدا عن مباراة الإسماعيل يعني لكن أن يشيد بالإدارة هو فان بيقول إيه إدارة يجيب الاحتياجات وبتنقيها صح يعني عارفها تستفيد منها إزاي وده دي الإشادة اللي هي مش ناس كتير هتتكلم فيها تملي الناس تتكلم على أداء اللعيم لكن ما وراء الكواليس مين المطبخ اللي بيجاهز الوجبة الجميلة هو ده اللي أنا واهتميت أنه يعني دي وصلة وصلة للمنافس وصلة الواحد ذا كابتن أيمن منصور قل لي هو فيه فرق بين الإطراء والإشادة بلاعد إن ده ممكن يأثر عليه ويتقل دماغه حسب شخصيته شخصيته وحسب الظروف ما أنت كمان بقى لو عايز تستنى من ته وأنه كله ماتش يجيب لك جولين لو رفعت معاه السعف لأنه تعرف أن ظروف المطشات بتختلف وأداء الميكانيزم بتاع فرقتك والفرق اللي قدامك ولأنه تعرف أن الأمور حتزداد صعوبة على النادي الأهلي وعلى نجومه طبعا المطشات الجالة هنا كله هيتفرج ويعمل لك حساب كل المدربين هتحاول إزاي تحرمك من المزاد دي بعد أنت شفت العنف اللي تعرض له أكرم مش ممكن نتيجة إيه نتيجة أنه شايفين أن الراجل ده بقى من المفاتيح المهمة جدا الضرب ضربه مبرح يعني أكرم طيب ده الكلام الفني كله دكتور كمال درويش فجئنا بحاجة في رأي أشار فيه إلى صفقة انتقال حسام حسن وإبراهيم حسن للأهلي مطلع الألفية والحقيقة ذكر وقع نسبها لكابتن صالح سليم أما وإن الكابتن صالح سليم توفاه الله فأعتقد حق رد الغيبة مهم نسمع الدكتور كمال ويعلق المهان سعادة انتقال كابتن حسن ورهيم زي أصلا جات لكم الفكرة ويعرفت تقنوهم رغم أنه كان في الوقت ده كان لسه الانتقال من زي ما يقوله ده كانت قصة يعني شبه مستحيلة يعني هو ببساطة جديدة في صحب في صديقه يعني إعلامي كبير يعني قلت له لا فيش مانع اللي يعني ممكن تخلهم في النادي قلت له طبعا فهو كان الفترة دي حصل خلاف بينهم وبين إدارة النادي فأنا برضو كان كابتن صالح الفترة دي رحمة الله عليه كابتن صالح سليم فأنا بعدت أطلوبهم رسمي يعني بشكل رسمي بعتل النادي الأهلي أه والرد كان ايه؟ كابتن صالح مواجه التحديد وكان قعد في النادي الجزيرة فاكس رسمي يعني؟ لا لا من غير فاكس تلفون رسمي سلام شخصي شخص وسيط يعني فقال ما معناه أنا عرضت مبلغ مش كبير ساعة فقال لا لماذا مبلغ؟ ياخدوه احنا خدنا موافقة كمان الناجل الأهلي مش رافض تمت كل الأمور بشكل طيب طيب الموضوع فيه شقين شق فيه حقيقة وشق ربما التبس الأمر عند الدكتور كمال أو الوسيط اللي نقل الكلام للدكتور كمال لأنه بقولك كان وسيطه في نادي الجزيرة وبعد ما قال رسمي رسمي يعني فيه مخاطبات ده ما حصلش طبعا لكن رسمي إن فيه حد يكلم الكابتن صالح وقعد في نادي الجزيرة رسمي ودي يعني اه رسمي ودي طبعا هو الكلام ده ما ينفعش يتقل بالطريقة دي لأن فيه اختلاط في الأمر لسبب بسيط جدا إن النادي العلي ما كانوش دعو بيه كان انتقال حر عدوم كان خلص وهم تعقدوا في تركيا وزميلك هو السحفي مهمة أيوة الأستاذ جمال العاصي صديقك وصديقي هو اللي عرض هذه الصفقة على الدكتور كمال بعد ما سافروا تركي يعني هو حكايا القصة صديقنا العزيز جمال العاصي وقال كانوا وقتها لما طلقتهم على التليفون كان في الفيريبوت ماشيين عشان يوصلوا هو من البلد اللي هما نزلوا فيها في المطار بيركبوا الفيريبوت ده عابر عابر للبحيرة أو عابر للبحرة أو عابر للقناة عشان يوصل للضفة الثانية وكان في انتظاره المندوبين النادي الآخر اللي هو تعقده عليه حيلعب في تركيا خلاص قدر يقنعهم قالوا مرجعوا رجعوا من تركيا عالزمالك النادي الآلي مانوش دور لكن ربما ربما برضو عشان الرسم الودي الرسم الودي يكون واحد بيقول الكابت الصالح ما تدينا ما تدينا قالوا هدونا لما الزمالك ما قدمش عرض ولا دفع فلوس ما فيش عرض لأنه كان حيتقلهم وإحنا ملنا صحيح لأنه كان عدو إنما ممكن كابت الصالح يبدي دهشيته فعلا ويقوله وإحنا ملنا وهم فري ده همل الوقت ده كانت نهاية الحلقة وتوضيح ما تم بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وكل ترتيبات الخاصة بالسادة المرشحين من ابتداء من غد إن شاء الله هنسعد أن نكون معكم يوميا وحتى انعقاد الجمعية العمومية في 25 و 26 نوفمبر يوميا الأهلي ينتخب عرض لأفكار كل السادة المرشحين في تجربة ديمقراطية يثر الأهلي بيها دور الوطني الكبير وتعزيز قيم النادي الأهلي وحقوق المنافسة الشريفة يوميا الأهلي ينتخب من العشرة وحتى الحادية عشر ونصف مساء ربما ده يخلينا ما نكفش بعض شوية آه طبعا ما ممكن لو التوقيت ده زبط في توقيتية البرنامج تأثر على الخريط آه طبعا حنقشك ونتناكف بره الهوى بقى دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله أسبوع الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة